يمكن الحقيقة نجاح دولي أممي جديد قدرت مصر من خلاله أنها تحصل بالإجماع على عضوية الفريق الدولي المعني بسياغة تقرير حالة القحولة والجفاف على مستوى العالم الحقيقة أنه هذا الإنجاز هو إنجاز مهم جدا لأنه بمنتهى البساطة هيكون فيه فرصة مصرية فرصة لنا أن نضع رؤيتنا في مواجهة التصحر والجفاف أمام العالم أجمع خلينا نعرف أكثر عن هذه الاتفاقية تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأهمية انضمام مصر لها من دكتور أحمد عبد العاطي ممثل إفريقيا بلجنة العلم والتكنولوجيا أتباع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ونائب رئيس اللجنة سبع الخير يا حديك دكتور نور نفي سبع الخير يا مصر سبع خير يا فنم وعلف شكر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك فنم طيب في البداية خلينا نعرف من حضرتك أكثر معلومات عن هذه الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وأيضا لجنة تكامل العلم والسياسات أولا شكرا للدعوة الكريمة سعيد قوي باهتمام التلفزيون المصري بالاتفاقية الثالثة للأجندة 21 للتنمية المستدامة حضرتك عارفة أن فيها ثلاثة اتفاقيات التصحر، تنوع البيولوجي، تغير المناخ مصر كان لها الشرف أن هي تستضيف اتنين اجتماعين للدول الأطراف لإتفاقياتين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ويتبقى لنا التصحر إن شاء الله نبقى إحنا الدولة الوحيدة في العالم التي استضافت الثلاثة التفاقات الكبيرة التفاقية التصحر هي معنية بالأرض في كل ما يخص الأرض بينما تغير المناخ معنية بالمناخ واضح من اسلمها ويتنوع البيولوجي معنية بالكائنات اللي بتعيش على سطح الكرة الأرضية وبرضو اللي دخلها لأن طبعا من التكلم هنا على السرور الميكروبي التصحر هو تدخر إنتاج الأراضي بشكل عام كان زمان بنقول أنه هو في المناطق الجفة وشبئه الجفة أصبح النهاردة موجود حتى الأراضي اللي هي الغادقة بنتكلم عليها لبسبب تغيرات المناخية بشكل عام؟ هو خاص بالأرض هو الثلاثة على فكرة مربوطين ببعض في إطار اللي هو الأحداث في التنمية المستدامة 20-30 لوما 17 هدف نحن نتكلم على التصحر نحن نتكلم على هدف 15-3 تصحر واحد من أهم الاتفاقيات اللي بتهم أفريقيا في المقام الأول والدول النامية في الكريبي وجنوب شرق أسيا بالكامل والدول العربية بتقطع طبعا وفي الوقت نفسه التصحر يعتبر أكبر عامل بيهدد وجود الإنساني في المنطقة بتاعتنا طبعا بالنسبة لنا ده مفروض أنه نمر واحد يأتي بعد تغير المناخ طيب دكتور يمكن جمانا قالت إن قدرنا نحصل على عضوية الفريق الدولي المعني بصيغة تقرير حالة القحولة والجفاف على مستوى القلب عاوز أسأل حيك بردو يعني إيه حالة القحولة تحدثتك شوف حضرتك القحولة والجفاف يعني مراضفين لبعض بيختلفوا في حاجة واحدة بس هي الزمن الفترة الزمنية اللي حداك بتقس فيها فإذا كان القحولة هي مؤشر أو إندكس بيكون ثابت لبقات السنين ممكن يعني تقدر هكترسم خريطة توضح فيها المناطق القاحلة في العالم أو المناطق القاحلة دخل دولة معينة لكن الجفاف هي حالة من الحالات الحارجة لتغير المناخ أهم مؤشر فيها هو تناقص معدلات هطول الأمطار ونلاحظ هنا حضرتك إن المناطق القاحلة يحدث فيها نوبات جفاف فعشان كده قلنا القحولة والجفاف دي أهميتها لمصر طبعا مهمة جدا والعلم وحضرتك بقى مصر للأسف تأثيرها بالجفاف لا يأتي داخل الحدود المصرية ولكن يأتي من منابع النيل لأنه نحن زي ما حالك وعارفين كلكم والمشاهد الكريم يعلم إن الموارد المائية المصرية أصلا تأتي من نهر النيل وبالتالي أي تغير في الموارد الإمدادات المائية القادمة من نهر النيل سواء عن طريق الستريم نفسه لنهر نفسه أو عن طريق حتى مل الأكوافار سيستيم أو اللي هو الخزنات الأرضية الكوفية نتيجة للتراشح داخل طبقات التربة يعني فده كله بيؤثر بيتأثر من الموارد المائية اللي نزلة في إثيوبيا وجايلنا عن طريق نهر النيل فبالتالي نقول آه إحنا من أكثر الدول القاحلة في العالم ولكننا أيضا نعاني من نوبات حادة من الجفاف طيب دكتور أحمد يمكن حد ممكن يتخيل أن مصر تحصل على هذا المقعد مش إنجاز كبير أو أنه مجرد خلينا نقول نجاح يعني هزي نقول صياغات دبلوماسية ممكن تكون مش مفهومة للبعض فحب أعرف من حضركم أعرف السادة المشاهدين أهمية هذا المقعد إيه هو هذا المقعد كان في أيضا ملبسات أو مفارقات في اختيار مصر مقعد مصر مع ممثل دولة الهند لو حضرك تقول لنا هذه التفاصيل أهمية هذا المقعد ما هو هذا المقعد تقول لنا التفاصيل والكواليس لأستاذ المشاهدين الأول اسمحي لي استأذنكم أن أوجه تهنئة من القلب للسيادة الرئيس على هذا النجاح للشعب المصري على هذا النجاح إذا كان ضيف الكريم السابق لي كان قد حدس عن كأس العالم الذي لم يسعدنا حظنا ولم يوفقنا الله عز وجل أن نحصل على التأهل لتصفياته أنا بقى أقول للشعب المصري وقبله وطبعا للسيادة الرئيس أن نحن على الله الحمد سنصد على كأس العالم في اتفاقية التصحر الحقيقة المتدي منين السؤال اللي أسأله نفسي متدي منين متدي من شهر مارس عشرين اثنين وعشرين قبل صفري لاجتماعات التأهيلية أو التنسيقية للمجموعة الإفريقية لحضور اجتماع المجموعة الإفريقية تمهيدا لحضور اجتماع دول الأطراف في كون ديفوار الحقيقة في الفترة دي كان المندوب المغربي الحقيقة يعني هو رئيس المجموعة الإفريقية وده كان بدأ تيجل دعم مصر حقيقة لأن هذا الرجل حقيقة رجل يعني عاشق لمصر جدا ويعني شال جميل أن مصر ساعدته لأنه ياخد راون تاني على غير المتبع في أفريقيا لأننا دايما الروتيشن أو دورات بالخمسة زونز الأفريقية بيكون كل فترة بيجي واحد يعني كل راون بيجي واحد من الخمسة في الزونز بيكونش في تكرار بيكونش في تكرار لكن مصر ده حدثت ودفعت عن المندوب المغربي المغربي لأن جاءت فترة كوفيد فما كانش فيه فرصة أنه يحقق كل اللي خططنا سوا الحقيقة كان بيخطط معي قدم بقدم وساق بساق في كل شيء فنجحنا أن نحن نجيبه برة تانية في الصدارة فكان رد فعله أنه دعم ترشيح مصر لرئاسة لجنة العلم بالتكنولوجيا الأفريقية رغم أنه كان دورها دور وسط أفريقيا لكن يعني المندوب المصري كان قوي جدا لدرجة أن في الكواليس أنا لم يكنش أعرف في الكواليس قرروا جميعا أن تتنازل وسط أفريقيا لشمال أفريقيا عشان منندوب مصري يترشح اسمان فتم ترشيح وفجأت أن المجبوعة الأفريقية بالكامل بترشح جنا في كوب 15 نفس القصة مش بس كده تعرضت مصر بقى إيه لاختبار صعب جدا نفس المندوب طلب منه أن يرأس أكبر لجنة مفوضات اللي هي بتاعت اللجنة الجامعة وقبل المندوب بلاءا حسن الحمد لله رب العالمين فما كان من دول العالم إنه إنه وفقت جميعا على دخول مندوب مصر إلى البيرو جواب مكتب الذي يحكم العالم في هذا الموضوع خمس خمس بروفيسور من خمس زونز في العالم هم اللي بيحكموا العالم في هذا الموضوع وبعدين تم الانتخاب مرة أخرى كنائب رئيس اللجنة ومقرر بيها طيب عدت هنا انتهى الموضوع لأ لما رحنا بقى ده كده هو نحضر اكتباع أول لجنة فكان فيه ترشيح برضو هيد إن أنا معرفوش إن مصر تبقى عضو في الهيواء الاس بي آي السينس بوليسي انترفيز أو لجنة العلوم والسياسات ودي لجنة سياسية فنية فاستأذنت سعيدها وزارة الخارجية أن أقبل الترشيح فرحبوا بشدة وكانوا يعني سعداء جدا فما كان إلى أننا وربنا وفقنا وجبنا نائب رئيس اللجنة كمان ثم أسناء الحضور من ست المناصب اللي جبناهم الحمد لله في ألمانيا للسلاجع أول منصب هو عضوية اللجنة بتاعة صياغ التقرير القحولة والجفاف على مستوى العالم ثم بعد ذلك لجنة في منتهى الأهمية هي لجنة تقييم عمل الاتفاقية منذ إنشاءها أول مرة دولة عربية إفريقية ومصر تحصل على هذه المناصب فردا أو مجتمعة منذ 1994 لما سيادة الرئيس راحل حسن مبارك وقع الاتفاقية بعد مجلس الشعب فهي أول مرة نحصل على هذه المناصب خلينا أسألك سؤال يمكن بيدور في أذهان المشاهدين لنا الآن نكلم على ست مناصب ست مناصب كان الحصول عليهم أمر ليس بالهيئ لا أبدا ولا كان في الخيال تمام أي أهمية هذه المناصب بالنسبة للدولة المصرية تحديدا هل هي قادرة على صياغة رؤى مصر فيما يخص المحافل الدولية مثلا هل هي لها علاقة أيضا دائما مصر ما تتحدث بصوت القرى الإفريقية ومهمومة بهموم القرى الإفريقية وهي الأكثر تأثيرا وأكثر تأثرا عفوا بقضايا المناخ تحديدا أهمية أن مصر يبقى لها ست مناصب دائما شوف حضرتك أولا هي الدول الأفريقية شافت أن مصر دفعت عنها قد إيه في كوب 15 أو اجتماع دول الأختراف بدورته 15 في أبيجان شافت قد إيه مصر كان تواقف يعني سد منيع أن الدول الكبرى يعني تشيل خالص موضوع الجفاف من الأجند أهمية الموضوع بالنسبة للمصرية النهاردة أنا أتكلم طبعا أتكلم في التلفزيون المصري هذا بيتي يعني أتكلم بقلتها الصدق والصراحة وإن كان أحيانا ليس كل حق يقال لكن أنا خليني أطمن المشاهد المصري أنها فرصة ذهبية فرصة ذهبية أن تصيغ مصر ما تشاءه بلسان القارة الأفريقية في ملف المياه يعني نقدر نقول اللي إحنا عاوزينه وفي الحالة دي أفريقيا اللي بتقول والإس بي هما اللي بيقول مش مصر عشان ميبقاش فيه حاسسية فأنا أتوقع إن شاء الله قريبا يعني أرتب يعني لقاء مع أستاذة يعني المتخصين في هذا الموضوع طبعا هما ناس أفاضل لم يقصروا أبدا في دعبي الفترة اللي فاتت الخارجية المصرية وكذلك وزارة الموارد المائية والري اللي بيها ندعم الموقف المصري وندعم الملف المصري في مفاوضات المئة اللي بيها نحن نبقى مش إحنا بس اللي بنتكلم لا ده العالم كمان بيتكلم لا ده القارة الأفريقية نفسها بتتكلم وبيجمع قارة الأفريقية يعني مش فكرة اللي هو رؤى بتفرضها من مصر من اتجاه منفرد ده بإجماع القارة الأفريقية وفي الوقت نفسه ده رؤية مش علمية بقى خلينا نكلم بمنطقة الصدق والأمانة والصراحة ليست رؤية علمية فقط ولكنها رؤية سياسية مبنية على رؤية علمية فهي أقوى بكتير من عندما يفاوض السياسي بشأن المصالح الحاجة الثانية سيدة الرئيس كان حط على الأجندة بتاعة الكوب اللي فات سبعة وعشرين اللوست خسائر والأضرار تنفيذا لهذه التوجيهات أنا حطيتها أنا كمان في الـ SBI يمكن شفنا خلال النسخ اللي فاتت من هذه القمة تحديدا أنه كان في يمكن الدول كانت بتحاول تتفادى هذا البند تحديدا لكن قدرنا في هذه نسخة كوب 27 مصر قدرت أنها تضع هذا البند والأضرار والخسائر ودي كده كان إنجاز كبير جدا قدرنا نحققه الحقيقة وده باوعد برضو حضراتكم لأنه فعلا تم إدراجه الأضرار والخسائر التي يسببها نقص المياه وحط تحديده 100 خط في مسألة التصحر فطبعا ليه بتدعم المفاوض المصري في ملف المياه هي كمان وتدعم المفاوض في طائر المناخ لأن الجفاف لو حالكم تعلموا هو جزء من طائر المناخ بما أننا كلمنا على فكرة الخسائر والأضرار وزي ما قالت جمالة يمكن لسنوات كثيرة جدا يمكن تخطط الـ 15 سنة كانت في محاولات كثيرة من الدول الإفريقية لوضع هذا أو هذه الرؤية تحديدا لنسخ كوب الفائتة لكن لم تستطع واستطاعت مصر من خلال وزير الخارجية سامح شكري رئيس المؤتمر بطرح هذه الفكرة وتم عليها التوافق شايف ازاي نسخة كوب 27 تحديدا التي انعقلت في مصر منذ أقل من أشهرين أولا أنا بهني برضو مصر على هذا التنظيم الرائع القائمين على التنظيم أول حاجة يعني ساعدت بها جدا وكنت أبكي دبوعي تسقط لما سيد إبراهيم ثياؤو اللي هو السكتير التنفيذي ونائب أمين عام الأمم المتحدة اللي ما شفني فبهون أول حاجة سلم علي ويقول لي إيه أنا بهنيكم شدة على هذا التنظيم الرائع طبعا هو كمان كلم على النجاح في إدراج الخسائر والأضرار في الأجندة يعني دي ما كانتش أبدا أي حد ينتخيلها وكانت مجرد حلم بس انتوا بالطقيقة والدية بتاعتكو دي قدرتوا أني انتوا الدبلوماسية المصرية دبلوماسية دبلوماسية خاصة ودايما ما بتحترم كمان يعني الدول الأخرى والأطراف الأخرى ويمكن في عهد السيدة الرئيسة عبدالفتاح سيسي دبلوماسية مصر الخارجية قايمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وأن تكون الحلول يعني منبثقة من الشعب تحديدا تمام ومبنية على الاحترام المتبادل صحيح وعلى شعوب وعلى شعوب وعلى شعوب وعلى شعوب وعلى شعوب في نفس الوقت ما لازم يكون فيه قوة تقدر تتحدث من خلالها بالضبط يا فهم بس هي الإدراك التام لما نتحدث عنه والصورة واضحة للمفاوض دي مهمة جدا يعني دايما بقول أن المفاوض الشاطر يبقى عارف إيه تواجهات دولته ومحضر أوراقه في الشنطة إزاي وإيه يتقال قبل إيه دي مهمة جدا وبعدين في نفس الوقت مسألة إن حالك تحشد الأصدقاء لدعمك يعني دايما ما بتخش حالك المفاوضات مش لوحدك التوراق أصدقاء من دول أخرى هم دول اللي بيرفعوا الأسهم بتاعت عليك عشان توصل للحقيق ما تطلبه منك الحكومة المصرية أنا متحرك طبعا نتكلم على الحكومة المصرية فقط على أساس أن أنا بمسل قارة أفريقيا لكن في النهاية أنا طبعا يعني فخور إن أنا مصري وسعيد إن أنا مصري وفي النهاية مصر هي أفريقيا وأفريقيا هي مصر وأنا أعلم تماما أن مصر لها جزور عميقة جدا في القارة الأفريقية حتى من قديم الأذب من التاريخ إحنا عمرنا مفرطنا في هذه الجزور عميقة ده بكل تأكيد دكتور أحمد أخيرا بما أن حضرتك تتحدثت عن هذا البند تحديدا هو بند الأضرار والخسائر يمكن تبعنا ردود الأفعال بشكل عام على الميديا أو على وسائل الإعلام بشكل عام لكن لو هسأل حضرتك بشكل محدد ردود الأفعال على هذا البند وإضافة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجاح مصر في إضافة هذا البند في كاب 27 كاب 27 أيضا إضافته في لجنة العلم تكامل علم والسياسات ردود الأفعال كانت إيه؟ ردود الأفعال كانت أكثر من رائع بالعكس إحنا بنينا في اجتماعنا بتاع الـ SPI على ما توصلنا إليه في هذا البند تحديدا من نجاح يعني إحنا قلنا أنه من غير المقبول إطلاقا أن تتحدث التفاقية لنا علاقة بها شديدة اللي هي التفاقية التغيير ومناخ تتحدث عن الخسائر والأضرار ونحن اللي ندرجها في تقاريرنا ده بد أن تدرج هي الأخرى فبالتالي أنا عايز أقول لها لكن ما المخرجات التي تمت في كوب 27 ستبنى عليها التقارير لخارج هذه السنة من الـ SPI من الساينس بولوسي انترفيز بتاع التصحر وبالتالي هي استكمال للنجاح لحقيقته مصر في كوب 27 يعني بنتمنى لحضرتك طبعا مزيد من النجاح والتوفيق وإعلاء شأن مصر ورفعة راية مصر خارجيا من خلال الست مناصب اللي احنا تحدثنا عنها الموجودة فيها مصر حاليا أو بتتبوأها مصر حاليا وتكون قادرة على الوصول لحلول في ملفات عديدة يمكن أهمها ملف المياه تحديدا من شكرك الدكتور أحمد عبدالعاطي ممثل إفريقيا بلجنة العلم وتكنولوجيا التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ونائب رئيس اللجنة شكرا لك فيها وشكرا لحظم